ممدوع حمزة أتفى من أنه الوزارة تجيب اسمه في البيان لكن احنا بنقول للنياس يعني لأنه أنا مبارح بالليل أريت مبارح الرجل طبعا يعني ممدوع حمزة فقد الكثير من تركيزه وفقد الكثير من يعني العقل وغيره وغيره خلال الفترات الماضية وأنا مش بعيب يعني على السن يعني ربنا يدينا الصحة لكن الرجل أنا له أن يصمت وهو المفروض كان يصمت منذ زمن بعيد من عشرات السنين ومش عايزين نعود لأنه احنا مش فاضين لأنه ندوع حمزة وغيره لكن بقول تاني دي منطقة لا تحتاج إلى عبث أو إلى لعب وانت دكتور مهندس بس دكتور مهندس خليك في اللي انت فيه يعني خليك في اللي انت فيه اللي انت خربته كفاية اللي انت بواسته كفاية اللي انت قلته غلط كفاية بلاش سد النهضة والنبي بلاش بلاش يا جماعة الكلام في الأمن المائي لأنه الأمن المائي بيدار بدقة شديدة بحساسية شديدة أرجوكم بلاش التجاذبات السياسية والمنظرة وهذه المنوشات اللي ملاش أي معنى والمزايدات الفارغة اللي بتخرج من بين هؤلاء يعني فين ماندوع حمزة من أيام وقعت الملابس الداخلية في 2011 فين حمدين صباح وفين مين وفين مين بيعملوا ايه على مدار تاريخهم كله عملوا ايه مش عايز افتح ماندوع حمزة وطلع ملفات تاني واقول تاني عنده ايه وخد ايه وراح فين وازاي خلينا يا جماعة لان احنا عندنا ملفات كدير فانا بقول تاني ملف سد النهضة بيدار بمعرفة الدولة المصرية على اكمل ما تكون المعاملة وعلى افضل ما تكون وكل الخيارات مفتوحة وبلاش ارجوكم مزايدة في هذا الملف